أيضا مولانا قبل أن نذهب إلى نقطة أخرى في الآية يعني فسعى ولذكر الله فلماذا ذكر الله وهل هي كلمة في الخاصة أم عامة؟ أولا إحنا بيقول دائما الذكر منشور الولاية في البداية والنهاية الذكر ده الذي يربطك بالله سبحانه وتعالى الذكر بالقلب، الذكر باللسان، الذكر بالسر هذا الذكر يجعل من الإنسان شخصا آخر لذلك الإنسان بلا ذكر عموما ميت الإنسان لأنه لو بلا ذكر بلا اتصال بالله كيف لا تذكره؟ لأنك لو لم تذكره نسيته لو لم تذكره ارتكبت المحرمات ذكر الله يجعل شغلك الشاغل دائما التعلق بالله إذا ما أردت أن تفعل الحرام تذكرت فامتنعت إذا ما كسلت عن الطاعة تذكرت فنشط إذا ما أردت أن تؤذي أحدا أو تأكل حقا ذكرت الله فامتنعت إذن ذكر الله تبارك وتعالى به يعمر الكون وبه يخلص الإنسان ويتخلص من كل العلائق التي تبعده عن المولى سبحانه وتعالى ولكن الآية بتقول فسعوا إلى ذكر إلى ذكر الله خلي بالك والفقهاء على أن كلمة ذكر والمفسرون كلمة ذكر هنا المقصود به خطبة الجمعة لما تجتمل عليه من وعظ من علم من تذكرة بالله من ذكر لآيات الله سبحانه وتعالى من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذن الذكر نعم قد تكون كلمة عامة فاسعوا إلى العلم إلى المنفعة إلى ذكر الله تبارك وتعالى أو اسعوا إلى الخطبة وهي المقصودة هنا